تحية لكم مشاهدين أهلا بكم مع هذه الجولة في الصحافة العربية نبدوها من السفير اللبنانية التي نشرت بعنوان غزة حكايات عن الموت والصمود تقول الصحيفة يعكس استهداف منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة انتقال الاحتلال إلى مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي أصبح يستهدف المدنيين الآمنين في ديارهم وذلك في محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية لثنيه عن مواصلة إطلاق الصواريخ ويبدو أن العجز الإسرائيلي عن استهداف المقاومة بواشرة جعله يوجه نيرانه نحو بيئتها ما أدى إلى أغلاق أبواب معظم المحال التجارية في القطاع باستثناء محال المواد الغذائية والخضار والصيدليات نظرا إلى خطورة التحرك بين المدن وداخل شوارعها مع استمرار تحليق الطيران الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة خصوصا ممن يقتنون بالقرب من الأماكن الحدودية أو مواقع فصائل المقاومة أو المواقع الأمنية والعسكرية ومن صحيفة القدس العربي نقرأ بعنوان القسام تعلن قصف مطار بنجوريون لأول مرة بأربعة صواريخ وتطالب شركات الطيران العالمية بوقف رحلاتها إلى إسرائيل وجاء في الخبر أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح الجمعة أنها قصفت مطار بنجوريون أكبر المطارات الإسرائيلية وقالت القسام في بيان أصدرته استلمت الأمادول نسخة منه إنها لأول مرة تستهدف مطار بنجوريون الواقع على 15 كم جنوب شرقي من مدينة تل أبيب بأربعة صواريخ من طراز M75 محلي الصنع ودعت القسام في بيانها كافة شركات الطيران العالمية التي تسير رحلات إلى إسرائيل أن توقفها بسبب المخاطر المحدقة بكافة المطارات نتيجة للحرب الدائرة وعن الأزمة السورية نقرأ من صحيفة الحياة اللندنية بعنوان النظام وداعش يزيدان الضغوط على المعارضة والأكراد جاء في الخبر صعد النظام السوري ضغطه على المعارضة في مدينة حلب محاولا إحكام حصاره عليها بعدما انتقل مقاتلو حزب الله اللبناني إلى الخطوط الأمامية في وقت صعد طريق الدولة الإسلامية داعش هجومه على مواقع المقاتلين الأكراد في شمال سوريا محاولا إحكام سيطرته بالكامل على منطقة عين العرب على الحدود التركية شمال أفريقيا ينتظر قدوم جيوش الخلافة الجدد بهذا العنوان نقرأ من صحيفة العرب اللندنية أكد وزير الخارجية التونسي المونجي الحامدي أن إعلان داعش دولة الخلافة فرض تحديا جديدا في المنطقة العربية التي تعاني من الإرهاب وحذر الحامدي في حوار مع الصحيفة من تمدد تنظيم داعش ونعكاسات ذلك على التوازنات السياسية والمعادلات الجغرافية في المنطقة خاصة في ظل الاضطراب وعدم الاستقرار في ليبيا وهو وضع يعود بالدرر على ليبيا وعلى الدول المجاولة لها وخصوصا تونس يأتي هذا في وقت ارتفعت فيه درجة المخاوف إقليميا ودوليا من توسع تأثير المجموعات المتشددة خاصة بعد إعلان داعش الخلافة على الحدود بين العراق وسوريا ختم هذه الجولة مشاهدين مع الصحافة العربية شكرا للمتابعة وعودة للزملاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة